السلام عليكم ورحمة الله اتكلمنا في حلقة سابقة عن زيت الدريكسيون او زيت الباور وكمان ترومبت او مضخة الباور والنهاردة هنتكلم عن جزء تاني من نظام التوجيه في السيارة وهو علبة الدريكسيون علبة الدريكسيون او زي ما بيقول عليها البعض دودة الدريكسيون او الاسكترة هي واحدة من مكونات نظام التوجيه المعزز او الباور ستيرينج سيستم وهو نظام بيسهل على السائق تدوير او لف الدريكسيون للتحكم باتجاه السيارة بالاضافة لكده سعدت علبة او دودة الدريكسيون الكهربائية نظام التوجيه المعزز في السيارات الحديثة على تقليل جهد الدوران بشكل كبير ونتيجة لكده وفرت احساس وتحكم محسن او افضل في توجيه الدريكسيون او عجلة الكيادة وزمان كانت انظمة التوجيه عبارة عن قليات ميكانيكية بسيطة والنهاردة ومع ارتفاع سرعة ووزن السيارات بانظام التوجيه اكتر تعقيد وتطور وفي النهاية وبعد اكتر من خمسين سنة تم الاستغناء عن نظام التوجيه الهايدروليكي بعنظمة التوجيه الكهروهايدروليكية الهجينة والكهربائية بالكامل واللي ساعدت في تقليل مكونات النظام في حلقة النهاردة هنتكلم عن علبة او دودة الدريكسيون او الاسكترا ايه هي انواعها وايه الفرق بين علبة او دودة الدريكسيون الهايدروليكية والكهربائية وايه هي علامات تلف علبة او دودة الدريكسيون الهايدروليكية والكهربائية موسيقى موسيقى ايه هي انواع علبة او دودة الدريكسيون دي انواع علبة او دودة الدريكسيون في السيارات والمشاكل المحتملة لكل نوع اولا نظام التوجيه الهايدروليكي او الـ HBS بيستخدم نظام التوجيه الهايدروليكي ضغط السائل الهايدروليكي اللي بيتم توفيره من خلال ترمبة الباور او مضخة التوجيه واللي بيحركها المحرك للمساعدة في توجيه او لف الدريكسيون ولان ترمبة او مضخة الباور بتشتغل باستمرار وبتضخ السوائل طول الوقت باتجاه علبة او دودة الدريكسيون فهي بتهدر او بتتسبب في اهدار القدرة الحصانية للمحرك ونتيجة لكده بتترجم الطاقة المهضرة دي لوقود مهضر او مستهلك بدون فايدة وانبعاثات اعلى وبالاضافة لكده فالنظام عرضة للتسريبات والكتير من الاصوات المزعجة او الغريبة او الغير مريحة اما المشاكل المحتملة في النظام ده فهي تلف ترمبة الباور او تصرب زيت الدريكسيون او تآكل ترسي التوجيه ثانية من نظام التوجيه الكهروهيدروليكي او ال-EBHS وهو مزيج او خليط من النظام الهيدروليكي والكهربائي لان العلبة او الدودة او الاسكترة بتستمد او بتاخد طاقتها من علبة الدريكسيون العلوية المتصلة بمحرك كهربائي واللي هي ترمبة الباور بدل من سير متصل بالمحرك وعوما بيتم تشغيل العلبة السفلية او الدودة من خلال ترمبة الباور ونتيجة الكده بتقل كمية الطاقة المهضرة من المحرك على عكس النظام العيدروليكي اما المشاكل المحتملة في النظام ده فهي تلف الاسلاك الكهربائية او تلف ترمبة الباور او تصرب زيت الدريكسيون او تآكل ترسي التوجيه ثالثا نظام التوجيه الكهربائي او ال-EBS وفي النظام ده بيتم الاستغناء عن ترمبة الباور وبيحل محلها دينامو كهربائي متصل بعمود او ترسي التوجيه بعلبة او دودة الدريكسيون بالاضافة لكده في وحدة التحكم الالكترونية هي اللي بتتحكم في عمليات التوجيه من خلال مجموعة حساسات وعموما بيوفر نظام التوجيه الكهربائي او ال-EBS اقتصاد افضل للوقود وانبعاثات اقل وكمان ما بيحتاجش للصيانة بشكل دوري او بصفة دايما وبالاضافة لكده فالنظام ده ساهم في خلقة او تطوير الكتير من التقنيات الالكترونية الحديثة وعلى سبيل المثال مساعد المصار على الطريق والمعروف بنظام الحفاظ على الحارة المرورية وغيرها من التقنيات الحديثة ام من مشاكل المحتملة فالنظام ده فهي تلف الاسلاك الكهربائية او تعطل الدينمو الكهربائي او تعطل الحساسات او تأكل ترسي التوجيه طيب ايه الفرق بين علبة او جودة الديركسيون الهايدروليكية والكهربائية بيشتغل نظام التوجيه الكهربائي على تبسيط عملية توجيه الطاقة بالكامل وعلشان السبب ده بيفضل مصنع السيارات استخدام النوع ده من التوجيه بدل من التوجيه الهايدروليكي بالاضافة لكده فنظام التوجيه الكهربائي بيستهلك طاقة اقل بنسبة 90% من محرك السيارة مقارنة بالنظام الهايدروليكي ونتيجة لكده هيستمر محرك السيارة في العمل لفترة اطول ومشي تحتاج لصيانة بشكل متكرر لان النظام الهايدروليكي معقد جدا وكمان بيحتاج لصيانة اكتر وطاقة اكتر علشان يشتغل وكمان بيضيف وزن اكبر للسيارة واللي بيزيد من استهلاك الوقود طيب ايه هي علامات تلف علبة او دودة الديركسيون من المهم انك ما تستعجلش وتقوم باصلاح العلبة او الدودة قبل ما تفحص او تكشف بدكه على باقي مكونات النظام سواء كانت علبة او دودة هيدروليكية او كهربائية ودي اهم علامات تلف علبة او دودة الديركسيون الهايدروليكية والكهروهايدروليكية واحد تقل الديركسيون عادة بيبقى الديركسيون تقيل وصعب التحريك بسبب نقص في زيت الديركسيون اثنين صوت علبة او دودة الديركسيون ممكن تسمع صوت قنين او زن عند الانعطاف وغالبا بيدل الصوت ده على مقص في زيت الديركسيون ثلاثة فضاوت الديركسيون او بمعنى تاني انك تلاقي في بوش في الديركسيون ممكن تلاقي الديركسيون او عجلة القيادة في تفاضى او فيها بوش بسبب تآكل التروس في علبة او دودة الديركسيون اربعة تهريب او تسريب زيت الديركسيون وتقدر تصلح التصرب من خلال شراء طقم اصلاح جديد وفي بعض الأحيان ما بيفتش الأمر ده وهتحتاج لشراء علبة أو دود الديركسيون تانية بالإضافة لكده فالسبب الرئيسي لتلف العلبة أو الدودة وتهريب الزيت منها هو عدم تغيير الزيت بانتظام في فترات الصيانة الموصبيها من الشركة الصنعة كمان استخدام زيت ديركسيون مقلد أو مخشوش أو غير مخصص لنوع السيارة الخاصة بيك هيؤدي لتلفها أما علامات تلف العلبة أو الدودة الكهربائية فهي قليلة نوعا ما ودي أكتر العلامات الشيعة لتلفها واحد ظهور علامة تحذير على الطابلون بمجرد ما تبدأ وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالعلبة أو الدودة في التلف هيضيق أو يشتغل ضوء تحذير على الطابلون وممكن تكون علامة تحذير الأي بي سي أو لمبة فحص المحرك اتنين تقول الديركسيون لأن وحدة التحكم في التوجيه المعزز بتستخدم الطاقة الكهربائية فهتفضل قادر على توجيه سيارتك بسهولة ولكن عند تلف الدينامو الكهربائي هيكون ده صعب جدا في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا ووضحنا أهم الفوارئ وعلامات تلف علبة أو دودة الديركسيون أو الإسكاترة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد إذا كانت محتاجة لإصلاح أو من الأفضل استبدالها بوحدة جديدة شكرا لكم ونتقابل فحلة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر